السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من وان اور نتوركينج اليوم يعني عندي خبر او هذا الفيديو يعني عندي خبر حلو لكم اول شيء الامستي او الملتيب اسبانيك تري مش موجودة يعني او مش مطلوبة منكم او يعني انت خلص بتقدر تعتبر انه يعني انه احنا يعني اخذنا فكرة عنها اه فراح انركز على الرابط بير فيلان او بير فيلان اسبانيك تري فرابط بي في اس تي او يعني انه راح نعمل بغض النظر سواء رابط بي في اس تي او بي في اس تي او حتى يعني اللي هي ات او دوت وان او دي او دابليو بغض النظر ايش اللي احنا شغالين عليه احنا بنعمل عملية اه يعني عملية اه لوت بلانسينج الان لو القينا النظرة على هذا الموضوع على اه يعني التوبولوجي اللي انا في عنا اسويت جين بدنا واحد يكون روت مسؤول عنه من واحد لخمسة واحد راح يكون يعني روت وهو راح يكون مسؤول عن من ستة لعشرة كيف ننعمل كيف ننخليهم يعني يكون مسؤول عن من واحد لخمسة ومن ستة لعشرة وكيف بدنا نعمل لوت بلانسينج يعني احنا شايفين هنا اول شي انه في عنا اه لينكين او او ايثر موجودة هون ايثر ممكن يعني نلقي نظرة على هاي الصورة اه طبعا اه هاي جينس تري بس لانه انا يعني منزل الصورة تحت اه فنزلت عنا من هاي الجهة ما في مشكلة اه طبعا جينس تري جنجل بتعرفوا انه هي مجانة وانه بس انت بتحتاج لايميل وبتقدر تعمل اكاونت عندهم وفي اشياء يعني حلوة عندهم خاصة بالشبكات واشياء هاي اه يعني اه خلينا يعني ركز موضوعنا راح نلغي موضوع المستي تمام وراح نركز على انه هاد راح يكون الروت من واحد لخمسة وهذا من ستة لعشرة وفي عنا هون ايثر تنل ايثر تنل ايثر تنل ايثر تنل هون الان صار موضوع اللوت بلانسينج الان علشان اخلي ترغب بهذا الطريق علشان الفيلانس من ستة لعشرة فلازم اخفف الكوست على هاي وزيد الكوست على الفيلانس من واحد لخمسة اخفف الكوست من ستة لعشرة وزيد من واحد لخمسة ونفس الشي هون اخفف الكوست تكلفة من واحد لخمسة وزيد التكلفة على من ستة لعشرة ونفس الشي كمان حتى هذا اللينك الزياد الذي لدينا علشان نضمن دائما انه يكون لدينا لدينا لنخفف التكلفة بنفس الشيء بغض النظر الآن هنا الموضوع المهم سل setups ويتجit 650 ولا ا пережيلات الموقع وستشجد solution الآن النظر 1 ونظر 2 راح تصير في عندهم مشكلة ليش احنا شايفين انه كل واحد من هدو موصول ب2 لينك كل واحد منهم لينكين الو موصول فيهم على اكسس سويتش 1 او اللي هو ديستريبيوشن سويتش 1 مش مشكلة وهذا راح يكون الكور 2 كور 1 ف مين يختار يعني سويتش 4 او 3 او 5 مين يختار او ديستريبيوشن سويتش 2 يختار هاد ولا يختار هاد الان بيجي هو بيشوف الكوست اذا الكوست تساوت ما بين سويتش اكسس سويتش 1 و اكسس سويتش 2 بيتم الانتقال لشو للمعك ادرس لازم يكون في عندك شيء يعني يفصل ما بين الخلاف ما بينهم فلو دخلت على اكسس سويتش 1 وحكيت له شو سبانينج تري شو سبانينج تري خلينا ناخد فيلان مثلا بغض النظر فيلان اربع منشوف هنا انه في عندك الروت وفي عندنا هون البرج ايدي بتقدر تحكي له شو مثلا شو سبانينج تري بريج طبعا هنا راح يورجيك اللي هو هذا اللي احنا بهمنا يعني بغض النظر سواء اصدرتها الامر او هذا الامر فانه يعني هذا اكسس 1 هو اخر واحد بهمنا اللي هو 0300 نجي نلقي نظرة هون اه نحكيت له شو سبانينج تري بريج او يعني بغض النظر في عندك هون اربعمية فالمفروض الوضع الطبيعي بدون ما نلعب بالبورد كوست بدون ما نعمل اي شيء لازم يختار كلهم لازم يختاروا اللينك الواصل يعني كلهم راح يختاروا من هون لينك هات واللي اكسس راح يختار الينك هات وهذا راح يختار الينك هات فننلقي نظرة سريعة خلينا نعمل شو سبانينج تري شو سبانينج تري نشوف طبعا عندك هنا blocking وهي forwarding 3-0 blocking اللي هو هون 3-0 هون هذا blocking وهذا forwarding طيب blocking forwarding ننتقل على اللي بعده طبعا هنا بتغير عندك الرقم هذا اللي بتغير شايفه آخر رقم شايف أربعة نفس الشي blocking forwarding 5 blocking forwarding 6 blocking forwarding 7 blocking forwarding 8 blocking forwarding طيب طب مشكلة هيك عندنا احنا مظبوط عندنا land switching والland switching يعني عاملة شغلها 100% لكن انت شايف انه ما يعني كل الـ traffic كل الـ traffic اللي على access switches من كل الـ vlanز قاعد بنتقل عن طريق access switch 2 وين رح يصير لنا المشكلة رح تصير لنا المشكلة هون يعني الـ traffic رح يروح له عن طريقة هذول لنكين لـ vlan من ستة لعشرة لكن رح ينتقل من هون عشان يوصل خمسة ومن واحد لخمسة فالمفروض انه نعمل load balancing بحيث انه نخلي كل الـ switches تنظر لهذا الـ access switch 1 يعني انه هو الـ target للـ vlan من ستة لعشرة وهذا هو لازم يكون الهدف تبعهم عشان الـ vlan من من واحد لخمسة طبعا اول شي خلينا يعني نتكلم عن شغلة انه المفروض خلينا نعمل no debug all نقول figure terminal ونحكي له طبعا بالنسبة للخطأ اللي اخطأنا احنا عملنا هيك spanning tree vlan من واحد لخمسة root secondary هذا بالفيديو السابق طبعا هذا غير صحيح ليش غير صحيح لانه احنا مشغلين على mst فانت بتحكي vlan spanning mst بعدها بتحكي له ايش الـ instance اللي بدك اياها مثلا هو الـ instance 1 اللي همه الـ vlan من واحد لخمسة فهو راح يكون الـ root secondary اما انا باجي بحكي له بعدين طبعا root primary ليش الـ instance 2 اللي هي الـ vlan من 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 ستة لعشرة فالان اول شي من نعمله spanning tree mode rapid pvst بعدها بدي احكي له spanning tree vlan من 1 لخمسة root secondary بعدها بدي احكي له طبعا الـ vlan من ستة لعشرة root primary بعدها بدي انتقل لانترفيس اساسة انترفيس range ethernet من 0 slash 2 ل 3 بعدها بدي احكي له انو spanning tree vlan من 1 لخمسة هاي اللي احنا ما بدنا اياه 200 نعم نرفعها شوي بعدها بدي احكي له spanning tree او عادة لو هون خلينا نعمل spanning tree 10 لالـ vlan اللي احنا بدنا اياهم يعني نخفف التكلفة للوصول الهم فعن طريق من ستة لعشرة هده الـ vlan cost 10 بعدها بنتقل الـ انترفيس او لا ما في داعي هاي انترفيس ethernet 1 صفر بعدها نفس الشيء يعني بدك تعيد نفس الامور بتحكيله انه هاي التكلفة يعني في حال انه ما لقيت طريق وكانت هاي التكلفة موجودة مهما رفعتها رح يسلكها باقي الـ switch بنعمل exit طبعا هنا بدك تنتقل للـ switch الاخر بتدخل على global configuration mode وتحكيله اول شيء شو spanning tree mode rapid bvst بعدها تحكيله spanning tree vlan من 1 الى 5 ها بدنا يكون root primary بعدها بدك تحكيله spanning tree من 6 لعشرة root root secondary بعدين بدي انتقل الان وين للـ interfaces interface ethernet او range ethernet من 0 2 ل 3 بدك تحكيله spanning tree vlan vlan من 1 لـ 5 cost هذا اللي بدنا اياه يكون target منخفف التكلفة عليه الان بدي انتقل لـ المجموعة الاخرى اللي هي 10 الـ cost بدي يكون عليها هاي اللي احنا ما بدنا اياها 200 الان بدي انتقل لـ interface ethernet 1 0 بعدين بدك تحكيله طبعا الـ cost هاي لانه بدنا اياه منخففه ولانه ما بدنا اياه من 16 فمنرفعه هذا كله اللي بنحتاجه على هذول السويتين حتى لو غيرنا كل هاي المواضيع فكلياتهم رح يتجهوا نحو الـ access switch 1 لانه احنا شايفين احنا اللي غيرنا هون لكن لكن يعني انت ماشي اكسس switch 2 رح يختار طريق هذا عشان يوصل للـ vlans من واحد لخمسة ورح يختار الطريق هذا عشان يوصل للـ vlans من واحد من ستة العشرة وهذا رح يختار من ستة العشرة ورح يختار هذا من واحد لخمسة لكن بالنسبة للـ switches هون كلهم رح يختاروا الـ access switch 1 ليش؟ لانه نفس التكلفة فبيختاروا لأقل MAC address فمننتقل لهون بنفوت على الـ switch 1 access switch 1 فمنحكي لكم configure terminal وندخل على interface range الان احنا شايفين هون طبعا Ethernet في عنا اول شيء اللي بربطه مع الـ distribution switch ما رح نعمل له شيء ما بهمنا هو بعلن هذا الـ cost التكلفة واحنا منقرر لانه احنا منشغل الخوارزمية تابعة الـ spanning 3 فانحنا ما رح نستفيد شيء فانا ما رح ادخل على الـ range رح ادخل مباشرة على الـ Ethernet ونلقي نظرة على الـ interfaces الان انا بدي اعلن كـ access switch 1 لـ access switch 3 و 4 و 5 بدي اعلن عليهم على هذول انترفيس انه تعالوا لي على الـ VLAN من 5 او من 6 ل 10 فعندي 2.0 و 2.2 مبدئيا 2.0 و 2.2 طيب انترفيس 2.0 بحكي له spanning 3 VLAN من 1 لخمسة بدي ارفع بدي ارفع الـ cost وهي 200 بعدين بحكي له spanning 3 من 6 ل 10 الـ cost 10 بخفف الـ cost على اساس يعني يجو عندي زي المحل المحل اذا بيعلن انه في عنده بضاعة غالية محدش بيقرب عليه بس اللي بنزل الاسعار فالناس بتيجي علي اكثر ببقى عندي 3 و 1 3 و 1 فانا باخد 10 وهيك منكون انهينا كل configuration axis switch 1 ننتقل لـ axis switch 2 فمنحكي له interface الان ethernet الان هون الانترفيس axis switch 2 بدي اعلن عن طريق ethernet 1.2 و 2.3 و 3.0 هون الى 3 switch انه تعالوا لي على الـ vlan من من 1 لـ 5 فانا بدخل على يعني اذا انا دخلت على global configuration mode و بدنا الـ vlan او الانترفيس 1 2 بده احكي له spanning tree vlan vlan من 1 لـ 5 الـ cost ده قل الـ cost هاي عشرة الان بدي احكي له من 6 لـ 10 الـ cost 200 عشان ما حدش يتقرب علي يعني اتركوني بحالي عندي من عندي من 2 من 2 3 2 3 2 3 و 3 0 طيب 2 3 2 3 و بده احكي له نفس الشيء ما تغير شي اندي و بده اخر شيء اللي هو 3 0 قدين دخل الان لو انتقلنا لباقية طبعا بقية الـ switch ما رح تفرق معهم شيء لكن انا بحكي لكم show spanning tree خيشوف لـ vlan 2 فانتو شايفين هون عندنا انو الـ cost خبت vlan 2 blocking طبعا و هاي route forwarding واحنا شايفين من الـ route المسؤول عنها تمام؟ هاي route و هاي cost و هاي blocking و هاي forwarding ننتقل لـ vlan 10 نشوف تمام انتو شايفين هون تغير الـ route والان انتقلت صارت forwarding blocking مش blocking forwarding وهذا كل اللي انا بحتاجه بالنسبة لـ الـ طبعا مش بس على هذا الـ switch كمان حتى على هذا الـ switch لو حكيت له show spanning tree vlan اثنين او ثلاثة او اربعة او حتى خمسة يعني هون انا شايفين هاي الـ switch هاي الـ vlan هاي كل الى اطهان مسؤول عنها distribution switch 2 و هاي blocking forwarding بدأ انتقل لـ 6 للي بعديها رح تنقل بان الموازين وصار اندي forwarding blocking وصار اندي 2 مش زي اللي هون يعني تمام شاكر لاستماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته